قبل ساعات من انطلاق مؤتمر كوب 27 بدأت اللجنة المنظمة للمؤتمر في استقبال حوالي 7000 من ضيوف مصر من مختلف الدول والجنسيات المشاركين بالمؤتمر في شرم الشيخ وحرص أعضاء اللجنة المنظمة بمطار شرم الشيخ الدولي على تقديم كافة الخدمات للمشاركين فور وصولهم والرد على جميع استفساراتهم كما خصصت اللجنة المنظمة للمؤتمر أماكن خاصة لإنهاء إجراءات وصول ضيوف قمة المناخ وتجهيز استراحات للضيافة واستراحات لكبار الزوار في صلاة الوصول الدولي والسفر الداخلي فضلا عن تحديد مسارات ووضع علامات إرشادية خاصة للمشاركين وتوفير وسائل الانتقال اللازمة لهم من المطار إلى فنادق التسكين ترجمة نانسي قنقر